الجد وهو المتعلق بكلام فخامة الرئيس السيسي النهاردة الرئيس واسق جدا جدا انه احنا معديين معديين وانه مصر طبعا قوية وستظل بصمود وتضحيات كل ولدها كل ولدها الرئيس يمكن النهاردة قال حاجات لطيفة جدا متعلقة قال احنا زمان مصر وقفت في وجه الانجليز في وجه العدوان السلاسي بجيشها وشرطتها وشعبها والكل قدم تضحيات بس كان كله على قلب رجل واحد وانه اللحمة والوحدة المصرية الصمود المصري الجمعي هو اللي خلينا نقدر نعدي هو اللي خلينا نقدر نعدي وتكلم بالتأكيد يعني وهو يهنق هيئة الشرطة المصرية واشار الى الدور المحوري في الحفاظ على امن البلاد ويمكن كنت بكلمكو في ده يعني لما تشوف فعلا مشاهد الاقتحامات والفيلم اللي اتعمل ويصور ليك كم الجهد الذي بوزل علشان نقدر نستعيد تلاتة اكتر من تلاتة وعشرين الف سجين هارب قعدنا نشتغل كتير قعدنا نشتغل لحد سنة عشرين عشرين تقريبا لحد عشرين عشرين تقريبا وكان من ضمن الاماكن التي ذهب اليها السجناء وتقدر تقول كده يعني تستخدم مصطلح وستوطنوها وانشأوا فيها بقر اجرام مخيفة بقر اجرام مخيفة مقعد مخدرة أسلحة إرهاب يعني خطف سرق الأخير ويعني تشكلات عصبية بتشتغل في أي شيء غير قانوني وأي شيء إجرامي كانت بحيرة المنزلة زمان وهنا بقى تشوف الدولة بتتحرك إزاي الدولة مش اتحركت بس على إنه قدرت إنها تجيب كل هذه التشكلات العصبية لا الدولة اشتغلت على تقول تهينك عمرو ولاي بيقولي على السحن والجمال الدولة اشتغلت على إنه المنزلة ما ينفعش ترجع تاني بقرة اجرام وإرهاب ما ينفعش يعني لما الدولة ذهبت إلى المنزلة وطهرت البحيرة ونضفتها وأعادتها إلى أفضل من عهدها القيب خلي بالك المنزلة واحدة من المحيارات المصرية شديدة الأهمية وفي نفس الوقت واحدة من البحيارات المصرية التي لم تمس من أكتر من 110 سنة مثلا أو تقريبا كانوا 107-108 سنة لما بدأ العمل على المنزلة يعني بعد تطهرها من البقر الإجرامية بالكلية الدولة اشتغلت على تطهرها هي بقى تطهرها بيئيا وتنضفها وفتح البواغيز وإزاي يقدروا يطهروها من الملوسات وقدروا إنهم يدخلوا المياه النظيفة وقدروا إنهم يرموا زريعة سمكية ويحافظوا على مستقبل ولقمة عيش الصيادين اللي بيشتغلوا على ده بس في نفس الوقت أصبحت ما تنفعش تتحول إلى بقرة إجرامية مرة تانية الدولة هنا اشتغلت على إيه الاتنين اشتغلت على الأمن واشتغلت على لقمة عيش الناس واشتغلت على البيئة اشتغلت على التطهير سواء إذا كانت تطهير الجريمة تطهير البحيرة مساعدة الناس أن هم يأكلوا لقمة عيش ويعيشوا حياة كريمة خلينا نسمع جزء من كلمة الرئيس النهاردة هنرجع لكمل الكلام إن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا في مصر تحديات اقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها إلا بما حققته إرادة شعب مصر العظيم التي شيدت خلال السنوات القليلة الماضية أساساً متيناً يعيننا بإذن الله على عبور التحديات الراهدة ودعوني أقول لكم بكل الصدق إن الله قد أراد لهذا الجيل في بصر إن الله قد أراد لهذا الجيل في مصر أن يحمل البلد على كتفيه وأن يعبر به جبالاً من الصعاب والمخاطر وإنني أثق أن هذه المهمة المقدسة التي تقع مسؤليتها علينا جميعاً ستبقى شرفاً يذكره التاريخ لكل من تحمل في سبيل هذا الوطن وانتصر له أثق أن مصر ستبقى بإذن الله قوية بسمود وتضحيات أبنائها وسباقهم الذمن لتحقيق أحلامهم وإيمانهم بحقهم وحق بلادهم في مستقبل أفضل تتحقق فيه المكانة التي تستحقها الأمة المصرية بين الأمم وختاماً وإذ أجدد التهنئة الخالصة لهيئة الشرطة في يوم عيدها وأشيد بدورها البطولي في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وأكد أن الدولة بكل طاقاتها وإمكانياتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر